لبعد كده للراجل المقرح يعني ايه الراجل المقرح يعني يقولك يا عم الشيخ انا ما كانش اصدى طلق ما كانش اصدى طلق اما لقيك السوتك يعمل حاج يقولك والله انا كنت متهدد ما حدديني بوصولات امانة ما حدديني حطيني الطبنجة على راسي حطيني السلاح على رقابتي اي كلام من الكلام اللي احنا بنسمعه ده طب الطلاق ده واقع ولا مش واقع خلي بالك فالجمهور او علماءنا حطوا شروط عشان برضك ما يبقاش الامر مفتوح ما يبقاش اي واحد يقولك انا اتهددت فقالوا ايه لازم التهديد ده لما يصدر يصدر من واحد قادر على التنفيذ يعني ايه يعني الشيخ محمد ييجي يقولك لو ما طلقتش مراتك يا جدع اللي قاعد انت على الكاميرا حضربك بالنار وهو بيقولك دلوقتي طب انت رام اليمين ويقول لها الشيخ محمد الليان ابدا خلص والشيخ محمد قاعد على الهوى معاه طبانجة كلام كده وقوانطة ولا فيش حاجة خلص يبقى صدرة من ذي قادر من ذي غيري قادر من غيري ذي قادر على التنفيذ واحد مش قادر ينفز واحد مش قادر يعمل ده كلام في الهجايس وخلاص خلي بالك يا فلان انت معايا وصل امانة عليك واخر ببيتك وانت عارف ان انت موضيتش وصل امانة هيضرب امضى دي قصة تانية خد بالك لان الطلاق علشان ما يقعش في الاقراه او ما يقعش في حالة الاقراه لازم يكون لما يصدر يصدر من واحد قادر على لايه التنفيذ وبعدين التهديد لما يكون صادر يكون صادر فيه ضرر يعني واحد قال لك هأتلك ويكون قادر على القتل هضربك ضرب شديد او هضمر مستقبلك او هضمر حياتك ويكون قادر على كده ما يكونش بيهدد وخلاص او بيتكلم كلام وخلاص وبعدين ان يغلب على الظن وقوع ما هدد به لا ده ما بيتكلمش فيه ناس كده طيبة يقولك ده صوت عالفاضي ده طيب ده عصبي ده بس بيطلع يطلع وينزل على ما فيش ده يحلف مئة يمين انه هو يخصم للقناة كلها وما يخصمش جنيه ده مش عارف هيحلف مئة يمين انه هو يفصل 300 واحد وما بيفصلش حد ده راجل حنيب بس يصبروا عليه لما يهدى كده وخشوله لو خصم لواحد مئة جنيه يدهلوا مئتين يبقى ده حينما يقع التهديد منه لا يكونوا في الظن انه واقع منه التهديد لانه مش هينفز وبعدين بقى الاهم ان انت كانسان مقرح تكون مش قادر ترد الضرر يعني ايه الكلام ده يعني مثلا لو جدنا واحد من بتوع كمال الاجسام دول الناس اللي هي الجامدة دي ما شاء الله ماشي حاضر وماسك ايه ومسك الشيخ محمد ابو بكر كده وقال له ايه طلق مراتك ها فالرجل اللي انا مجيش فيه عضلة ها فالعقل انه هو لو مسكنا يموت لكن العكس لو انا مسكته كده وقلت له شوف اما طلقتش مراتك هدخدغك هو يطلق يبقى هو متلكك يبقى هو مستني بركة اللي جات منك يا جامع هو كان مستني من زمان وعايز يخلص فمستني اي حاجة لكن لا تعال بص كده لده ولده ولا مثلا واحد حتى رفع سلاح لكن احنا عارفين انه هو بيخاف من خياله قلت له بيخ هيرمي السلاح لو تلقى اللي وراك هيرمي السلاح ويجري لو تلقى اللي حظاب الجاي هيرمي السلاح ويجري يبقى ده مش هيقدر ينفي الشيء وانت قادرون على رد الاكراه طيب دي حالات الايه دي حالات الاكراه علشان كده العلماء اختلفوا فيها فقالوا اني لو توفرت الحالات دي يبقى الطلاق مش واقع ما توفرتش يبقى الطلاق واقع يبقى انت بتتلكك يبقى انت مستني اي كلمة انا بقولي الكلام ده ليه لاني باجي الاقي ناس قدام ايه عامل حاجة انت ويكونت اليمين التالت ايه القصة ولك اصدخوها قال ليه ان انت لو بطلقتاش اموتك ونتيجي لما نيجي نقعد كده ونسمع طب هتون السيفي بتاع اخوها ده والسيرة الزاتية نلاقي اخوها ده بيخاف يتبح فرخة يعني لما تيجي تقول له فرخة بتتدبح يدور وشه تلاقي اخوها درق طيب جدا وماشي جنب الحيط بس هو جاب اخره معاه او تعددت المشاكل فقاله اي شيء او هخطف ابنك او او الى اخيري فاحنا لا بد وان نقف امام هذه الامور جيدا اشتركوا في القناة